السلام عليكم و مرحبا بكم معايا في فيديو جديد و شراكم شاء الله كامل تكونوا بخير و في صحة جيدة اليوم عجوزتي راح تدير معاكم واحد شربة مشهورة هنا في تركيا اسمها إيرشتا شربة سي و ثاني مشهورة في واحد الولاية اسمها أرزينجان البنات اللي يراهم في أرزينجان ساكنين يعرفوا هذه الشربة باللي مشهورة في هذيك الولاية شربة هذي المكوناتها هو الإيرشتا الإيرشتا هذي احنا ما عندناش في تزاير متشبهش للإيرشتا تانا جاية يبسة شبه للمقارون ولا اسباكيتي يخدموها في الدار و ثاني يقدروا يشيروها من بره أما عجوزتي في وسط الفيديو راح توري لكم باش تقدروا تعاوضوا هذا الإيرشتا اللي ما عندهمش مثلا كما احنا في تزاير ما عندناش هذا الإيرشتا مباشرة وحنشوفوا معاها الفيديو أول حاجة بدأت بيها دارت في القدرة اللي حطيب فيها الشربة دارت حوالي زوج مغارف كبار من زيت زيتون وقطعت حبة بصلة متوسطة لحجم قطعتها كما راكم شفتو مربعات صغار قطعتها بالموس بركبلا ما سكرفجتها زيت عليها زوس النت ثوم ثاني قطعتهم بالموس زيت شوية ملح وكما راكم تشوفو النار هي متوسطة ومرة مرة يتخلط حتى انتذبال هذيك البصلة كما شفتو لو انتا حي ولي شوية غوز بعدها زيت عليها مغرف معمرة فارينة وحوالي نص مغرف كبيرة زبدة تخلط هذيك الفارينة مليح مع هذيك البصلة حتى هذيك الفارينة طيب شوية جبت هنا يا حوالي ثلاث حبات طماطيش صغيريز قطعتهم كما راكم شتو مربعات صغر تقدرو تديرو نص حبات طماطيش تكون صغيرة هنا دارت حوالي كاس نتعمة ولزوش كيسان مبارد هنا في الول تمرقو بالمبارد كما راكم شفتو دارت الفارينة كذا بش متعجنش معاكم تمرقو ديراكت بالمبارد تخلوها شوية تغلي وتخلطوها مرة على مرة بش هذيك الفارينة متكتلش معاكم اما هنا راح نوري لكم هذيك الارشتا اللي هنا يعدنا في تركيا هذي كما قلت لكم يخدموها في الدار جينا يخدموها ويقطعوها بالموسا كذا شرائح صغر ومبعد يبسوها ويحتفظو بها عادي في بلارات تازجاج ولتاع بلاستيك لوقت الحاجة ويجبدوها وكاين ثاني اللي تتشرى برا اما عجوزتي كما قلت لكم فتزاي احنا ما عدناش هذيك الارشتا تقدروا تعاوضوها بالسان الطير اهنا في هذا الشربة راح تدير هي حوالي كاس واربع هي نورمال ما تدير عينها ميزانها بركة لجالي وعلى جال الفيديو كما راكم شفتو دارت القيس اهنا راح تدير هذيك الشربة راح تديرها بليورت اهنا قبل ما نفوت لكم المراحية راحكم شفتو بعد ما خلطت اه شربة ودرت لها المبارد زدت عليها مسخون بعد ما تدير غلية لولا ذيك نمرقوها بالمسخون تمرقوها حين كوم ميزانكم الحسب الكميان تاع الشربة اللي راح تديرها اهنا كما شفتو دارت كاس واربع من هذيك الارشتا يعني ما لازمش تجي ثقيلة بزاف بذيك الارشتا ولا بالسان طير اه جي عادي القوام انتا الشربة اهنا كما راكم شفتو بعد ما مرقتها بالمسخون زد هذيك الارشتا خلطتها شوية ونقصت النار وخلتها تغلى اهنا ذو كانت جيت وجد تربية لي اسمها هذي التربية بالتركيا اللي هو الخليط اللي نخلطوه في الشربة بشي حتى تعطينا القوام شوية ثقيل اهنا كما راكم شفتو اليورت هذا وريتو لكم ما شاء الله تخدمو هي عجوزتي في الدار درتلكم فيديو عاودو رجعو برك اه للقناة ونخليه لكم هنا يلفوق الفيديو راحوا شوفوه كيفاش تخدم اليورت طبيعي في الدار ويجي ناجح مية بالمية هنشوفوه بعد ما طابت هذيك الارشتا مليح متخلوها شحتان طيب وتكون تدفتت لكم ولا تكون يابسة احنا هذي قوام انتع مثلا انسان الطيير ولا تعسبا قيتي ولا المهم تكون طابت حاودت شوية مرقت بالمسخون خصها شوية مازات مرقت بعدها هنا كم راكم شفتو دارت اليورت الطبيعي فرغت علي شوية بالغراف من هذيك المسخون هكذا تخلط بعد تعاو ترجع هذيك اليورت اللي راح تبسي تعاو ترجعو في القدرة هذي المرحلة ما تفوتوهاش فرغوا قبل المانتاع الشربة في اليورت ومبعد فرغوها فرغوا اليورت في الشربة نتاعكم اما بالنسبة لكمية اليورت اللي راح تديروها كما قلت لكم معجوزتي راكم شفتوها دارت من البلارة نتاع الزجاج سقسيتها قلت لها مثلا بالعلبات هذيك الصغار عندنا هذيك الاكتيف يعني قلت لها مثلا كيفاش حال يقدرو يديرو من واحدة قلت لكم تقدرو يديرو من ربع عفو من خمس بايت حتان السبعة يعني تموح لحسب الكمية الشربة اللي راح تديروها المهم اليورت هنا يا ضروري في هاذ الوصفة هنا كما شفتو بعد ما طابت الشربة قطعت شوية معدنوس ولا قصبر وطفت عليها وخلاتها مهنا من جيها انا جيت ندير في هاذ الصوص اللي ينديروها في انواع انت الشربة ادرتها معاكم في شحل من نوع انت الشربة يعطي واحد البنة للشربة نتاعكم وثاني يعطيها لون باهي انا كما راكم شفتو درت شوية زبدة ولا مارغارين درت نصف مغرف صغيرة من فلفل مطحون يكون حلو ولا تحبو انتم الحار اديرو الحار بعدها كل واحد يفرغ في الغرفية انتاعه ولا تقدروا مباشرة تفرغي في القدر انتاع الشربة انتاعك انا هذي هي الشربة بعد ما طابت القاوة منتحة كما راكم شفتو جي كما الشربة العادية المكوين الرئيسي انتحة هو الارشتا واليورت نعود لكم اذا ما كانت شكاينة لهذيك الارشتا تقدروا تديروها بالسانطير بالفرميسا اللي قلت لكم ما تجيكمش تجيكم بالسانطير خير هناكم تشوفو هذا هو القاوة منتحة نتمنى ان شاء الله جربوها لانا شربة بزاف مليحة انا واحدة تعجبني لهذا قلت لها نديرو اليوم الفيديو هذا ونوروها لكم ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها واذا جربتوها خليوا لي في التعليقات عجوزتي راي ثاني تقرأ التعليقات منتاعكم وشجوها باش تدير معاكم فيديوهات من الاطباق انتبعها هذه يا حبيبتي كنا وصلنا نهاية الفيديو نقولكم انتظروني في فيديو لاحق مع السلامة